وقطايا وين قالت أنه قاضي تحقيق تحقيق بالمحكمة المذكورة أصدر نهارة جمعة 27 مايو 2022 قرار بتحجير السفر عن جميع المشمولين بالبحث فيما يعرف بالجهاز السري وهو مصطلح علامي وليس تابعا لتصريح نتقى رسمية وين تم تحجير السفر عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة برشة برشة تفاعل مع الأخبار القرار كان مفاجأ شوية ما فهميش هكا بعض المعطيات اللي سبقت القرار هذي قرار تحجير السفر على أكثر من 30 اسم من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تقريبا الكومنتير تقسموا في زوز أراء راي يقول لك توب دات دولة القانون القانون فوق الجميع لرئيس حركة النهضة لرئيس مجلس نوعب شعب لرئيس أي حزب القانون فوق الجميع وفهمي راي زيدا يقول لك حربوشها جديدة من ما صار 25 جويلة شنسكتوا العبيد كيما لقامة الجبرية اللي تعاملت بعد 25 نتذكروا أنور معروف نتذكروا الموخر وغير وكذا كيما اللي قامة الجبرية اللي تعاملت عن ردين للبحيري والكونفيرانس دو بريس متع وزير الداخلية والأشياء المزلزة التي ستكشف ثم غادر البحيري ولا بنكتشف شيئا حربوشها جديدة بش الله هي ولعبات بش نسوق وانا قاعدين نعملوا في انتسارات لأنه ولا شيء ماشي في البلاد ولا إنجاز ملموسي لحد الآن بين هذا وهذا وريد أنت تموقع محمود تموقع واضح معنات هو الهدف من هذا الكل والكشف عن قتلت الشهدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي الله يرحمهم إن كانت العملية معنات مجرد حربوشها فهي خيبة المسعى خاطر معاش نعرفه الحقيقة نهائيا وإلى الأبد اليوم الناس كل تعرف راشد الغنوشي روما هو الشمليكة ولكن هل أنه التوقيت هل أنه الملف وقع استقماله وفما معناتها قراء ودلائل على تورة راشد الغنوشي هذين خليه للقضاء ولكن إذا بش تكون مجرد حربوشها رفيق الحقيقة اللي بش ما قريه هذا مبني على حاجات سارت من 25 اليوم على 10 شهور هني سميت لكن هذا مع الأسف كما قلنا احنا يض المؤخر وانور معروف ونردين البحيري وخاصة تنردين البحيري لأنه عمل عليها كنفرانس دي بريس وزير الداخل لا والأكثر من هذا هذه قضية مفصلية بي تاريخ تونس معناتها شكو نقتل شهيدين محمد البراهمي وشكري بالعيد إذا كانت مجرد ذر رماد على العيون فهنو القضية هذية ما نشف نوصله حتى حل إلى ما لا نهاية له اليوم اللي خوفني أنا إنو تكون مجرد معنا تتصفية حسابات سياسية خاطر السياسة النجم ونصفيوا فيها الحسابات بتاعنا بطرق سياسية ولكن إذا نستعملوا القضاء هذية هو اللي مش مقبول سونية بين هذا وهذا وينت موقع روحك في العراء اللي تقول ذر رماد على العيون حربوش تجديدة منجموش نقارنوا على خاطر اللي كنت تحكي عليه من إقامات جبرية وقرارات واتخذت من طرف وزارة الداخلية حاجة وهذية إجراء قضائي بحث إجراء قضائي احترازي أنا شنون يمقلقني في الموضوع أنه منذ من عرشة اللي ممكن نرجع بالذكرى شوية فرار سيدة العجربي ولا أوتوماتيكمان بصفة إلية كل واحد يتحل فيه بحث تحقيقي وإلا وعملنا له تحجير سفر كل شخصية معروفة معروف مش معروف مواطنين تدمر تحييتهم تعطلت مصالحهم ها حتى مواطن عادي اللي يخدم أي مواطن من اللي هربت السيدة العجربي خرجت من تونس وهي فيها عندها تتبعات ولينا أوتوماتيكمان نعملوا تحجير سفر ناس ما صالحها مشيت ناس عندهم مخدم من البر أنا اللي اللي مقلقني في الموضوع الكل اللي القضية هذية والبحث إذا مفتوح منذ سنوات لكن لم يتخذ هذا الأجراء بشائل رشد الغنوشي ومن معه كان تعطلو حسنة زيادة سونية رئيس مجلس النووي بالشعب كان كان تعطلو عادي كان تعطلو تحجير سفر شو قبل كان تعطلو ياخي سمحني ياخي ياخي الوقتش تحلت وقلو هو رئيس وقتش ولا رئيس مجلس النووي بالشعب هو كان رئيس حزب ما كانش تمتع بالحسنة حسنة سونية تشتمين رائحة سياسة أو لي هذي تصرف قضائي تصرف قضائي اليوم كانوا ممنوعين وإلا كان فما حاجة تحول دون اتخاذ هذا القرار اليوم القاضي المتعاد يقولك أي لا يهربوش معها وتكون الفضيحة الكبرى ما ننتظره هو أن تكشف هذه الحقيقة مهما كانش كون كان وراها لانه فيها دم زعبيت وفيه ولانه فيها عائلات لانه فيها صغيرات تيتموا لانه نتمنيوه ما تسيرش كي ما جرائم ما يعبر عنه بجرائم الدولة دولة فريين الي ولا مرة نعرفوا شكون الي ساروا راهم فاللي تتخذ كل الإجراءات ولكن الي نعرف الحقيقة هذا اللي نتمنيوه وبعد شوية نحكيو الكورة نحكيو كورة تونس نحكيو تشامبينز ليغ نحكيو على الأمكان السياحية اللي تم هدمها في بنزارة أثار الجدل كبير القرارات اللي تم اتخاذ على مواقع التواصل الشميع هذا الكل بعد الفاسر خليكم معنا رفمايك للتسعة ونصف تسمونة في تولي سيكورة